مرحمة الله يتعالى ومباركتو كما تابعتوا معنا في الفيديوهات السابقة صوبنا هادو قررت اني ندير لهم البيبان البيبان عندي رون باللاطي هنا هاد الجيا كما كتشوفوا السالية هاداك الباندات يعني هادو دابا كما كتشوفوا باقيلية غير غادي ندير لهم الانضيو لكن قلت خلي حتى اني نقطعوا البيبان وكل شي دير الفوق بعدان سالي وغير الفوق وغير الفوق وغادي نصاوبوا واحد المبل في هاداك القنت اللي بقى داك القنت دا بتشوفوا اش غادي نديرو فيه لان ما يصلحش نديرو مبل جي داخل حتى لتم ما غادي نديرو غير يعني قصير وديك اللو كوار عندي اللي هو واحد الفكرة ان شاء الله مازال غادي تكتشفوها دا بعدين دوزو باش نقطعو شب ديال اللاطي باش نصاوبوا بها هادوك البيبان كما قلت لكم باش نحاولوا ان شاء الله نفينيو هم تومين بنفس الشكل ونزيدوا لهم ديك البانده باش يقولوا عندنا لي مبل كيتشابهوا كاملين فاش غادي تسبغو كاملين غادي يجيو بحيلة يعني مصاوبين كاملين يعني في وقت واحد وبنفس النوع ديال الخشب هنا كما قد شوفو كان اخدو القياسات طبعا كان نحاول نختار الجوانب اللي هو مانفينيين بالنسبة لها الخشبه هادي كان عندنا فيها واحد ضربة ما رضينا لش لبل فجبناها ولكن ما عليش المهم اه كنوضاع القياسات باش نحاول ما امكان جيبو يبقى لنا الجيه اللي غانفيني وتبقى غير جيهة وحدة او اللاجوج ما يبقاش زعمة اه جيهات الاربعة ما يبقينا كنشوفو حتى كيفاش يعني هذيك الورقان خرجوا منها عدد كبير ديال الخشبه وما نضيعوش اه صافي لما يمتراسينا هذيك الجانب قلبنا هذيك الخشبه و اه لاناك يخصو يجيني في الجيه اللي غادي نبغي نقطع اهنا وصافي وكانتراسي ونحاولو ما امكان نقطعو نيشان طبعا سليمان كيشد معايا اه باش نحاولو نقطعو يمشي القطع نيشان لانا المشكلة في الرابو باش نفيني وعندي مشكل فيه ذيك اللاما ديالو ملقيناش في نشريوها اه مازال عادي نقلبو عليها ان شاء الله نشوفوش اللي قاعة بجومية والاشي حاج ذيك اللاما يعني كانت ضربات في واحد الفيس ومويم ولا تضايعا ما بقاش شكت يعني بحالك هتحرق الخشب ما تقطعوش مزيان ولكن هذه نحاول ما امكان هاد البيب بنوخها نحاول نقطع نيشان وطبعا كنحكوهم بالكاغية الحرش كما كتشوفوش نحاولو نساويهم ومن بعد غادي نديرو لهم داك ستوب او داك اللون دويدي لالخشب باش يتفينو من الجناب وما يبقاش فيهم المشكل يعني فاش يتسبغوو جيوب حال المبلات اللي درنا من قبل كما كتشوفوهما هادو يعني الحمدلله القياسات والعبارة هما هادوك يعني جو مزياني فاشينا نركبوهم حيث بوتهم بقيت تحلوو بحالة الشكل المشكلة هو اخدينا لذوك الشرنيرات اخديناهم ولكن هما الصراحة زوينين فيهم الفران وخمستاش الدرهم او لسبعتاش لو ما عرفت المهم المشكلة اللي عدنا هو البلاصة اللي غادي نحفرو في الخشبه باش نركبوه من راسنا ما ما عدناش ديك الالة ديال الحفر ديك شي علاش غادي نتطروا انا نديو هاد اللي بيبين هذا النجار باش يحفر لنا ديك البلاصة هذيك الالة كنت باعا نشريها مش حال هذي ولكن صار حا قلت ما عدناش تخدمات بيها بزاف وانتطر اناني غاين نشريها وتبقى محطوطة ولكن بحالك هاد البلاصة هادو ضروري مازال كين واحد حتى واحد يعني واحد دائرة كنت شريتهم ولكن كيحفا وضغي يخصني شي حاجة كاليتي مازال ان شاء الله دي نقلب عليهم تهموا باش نقدروا نحفرو ومن يعني المهم يديرونا الحفيرات ويجي دك شي مقد و لكن المهم حل دا بحال حاليا هو اننا نعطيه النجار يصابنا الحفيرات ويجي دكو جوجبيبين والصافي والشارنييرات ترى غادي نركبوهم من راسنا اا دينا الخدمة اخرى باش ما نبقىوش واقفين اا غادي نقطع خشبات فيهم يعني بقدر واحد تاجير سهل وسامبل ماشي شي حاجة اللي اا يعني صعيبة خدينا سبعين سنتيم يعني الفراغ اللي عندنا باش يوصل كما اقول لكم القنت لانا عندي ذاك القنت اللي انا ما يصلحش نديرو فيه مبل ديال لكواحد ذاك اللي في استين على استين كبير بزاف شدنا البلاصة ذاك شعلاش اضطريت انني نلقاشي فكرة اللي هي جي عاطية منظر زوين وفي نفس الوقت يعني اا تتنفعنا هذا الكوا ما يبقاش خاوي كامل خسنا نديرو فيه واحد المنظم ديال الصحون اا المايم هاد المبل هادا خديت فيه اا ثمانية وعشرين سنتيم عبرت هادوك المنظمات ديال الصحون او لا ما ما زالنا هاد ينشوف هاد شنو هاد ينحطت المايا ما يعني الادوات لما طبق هاد ينشوف الحاجات اللي يصلحو خديت جوش خشبت فيهم السبعين على ثمانية وعشرين لانا كما قلتكم اذاك ديال المنظمات اا ديال الصحون يعجبوني انهم كيكونوا ببراتيك يكونوا في الواجهة وكيصلح لكم تهزو اي طبصيل بغيتو اا خديت العبار ديالها فيها عشرين سنتيم كبيرة وانا ادرت في الخشبات 28 سنتيم حيث ربما نبغي نحط شي حاجة اللي هي اكبر درنا التحتانية كبيرة شي شوية والفجوة خليتها على قد كما قلتكم عبرتها ديال الصحون بالصحون ديالها باش نعرف العلو ديالها باش ما تجينيش كبيرا صافي وقطعنا دوكلا التروفاجوش طوال ومن بعد ده بغادي ندير الجوانب ديالها لانا كما قلتكم عن ديره غير مستطيل عادي بحال يدرنا في الحمام المهم غادي يتفيكسي مع هادو غادي نفيكسي هم هنا يا نسي هنا مادرناش الكولا انا قلت الباح مادرتاش حيث ما كيش ليش شد معايا اليوم صافي معليش درنا غيل الفيسات المهم راها كتيت شد دكشي مزيان واحد يتعلق في الحيط طبعا ما غاديش يكون اا يعني تقيل بزاف بزاف دكشي اللي فوق من نورة ما غاديش نتقلو بزاف على هاد على هاد المنظيم هادا دكش يعنيش الفيسات اصلا وراتي شدو مزيان خصوصا ان هاد اللاطي ما فيش الفراتت الداخل تخافوي لك انتو درتو الامب دي اف الامب دي اف اللي درتوه ومن الاحسن ديرو الكولا اما اه بحال هاد اللاطي لانه فيه ديلات الخشب كبار الداخل يعني قيطعة كبار دي الخشب ما تخافوش منه لان الفيس ما كيت تنصلش منه دغياء غري لها هرستو الخشبة هاد هو اللي كين صافي درنا دوك الجوانب وبقاليا ان شاء الله اه دابا اللي كملنا هاد المبل هادا وكملنا هادا كل البيبان غادي الفيديو جي ان شاء الله غاعد غادي ندير كل شي باش نحكو كل شي خطرة واحدة عاد ان شاء الله اه ندزو السباعة لانه الشي ره طول بزاف صراحة وحتحنا عينا عينا بلا قياس لك شي باش كنتمنى ان انا نسالي وضغية ضغية اه حتق بالرمضان لانه اه كما شتشو معنا ره كان معنا اه يعني السيد اللي كي يصابنا يعني الخدمة ديال الحديد ما بغيش نقول سميتو لان بعض الناس كيقول ليا ما خسكش قولي سميتو بحالة اللي سميتو ما عليناش لما يقول اخ عبد النبي اه راه جاء وكان كي يصابنا هاداك لاطي راس كملها يعني ذاك السقف ديالها راه الحمد لله كملوه وراه صاب لي واحد الحاجة عجيبة غادي تكتشفوها ان شاء الله في في الفيديو هاد المقبلة بحاولي لادك شي عشان كنسر بنحي دم الكوزينا باش ندوز الحويجات الخرية ان شاء الله غادي يعجبوكم اذا ولي كين اه دا بغادي نخليكم وغادي مشي نكمل خدمة ديالي لانا كنت كان خدم باش ندير كل شي ندير يعني نخليه نشاف نحكو وعندي لكم واحد الفكرة في الفيديو المقبل باش نغطي واحد البلايس المهم غادي ندير فيها واحد اه واحد الحاجة تكتشفوها ان شاء الله لي تعجبكم لانها غادي تجي ان شاء الله زوينا وغادي تعطي واحد المنظر وغادي تدرقنا واحد الدفو اللي راكم كنظركم عارسوني لاش كان هذر اه اللي هو تحت من اللوت غادي تكتشفو ان شاء الله اشنو بغايت ندير تماما بحاولي الله يلا تهلو لفرسكم وانتلاقاو في الفيديو هات المقبلة بحاولي الله وتتبع ديالي الاصلاحات ديال المطبخ وديال المنزل ككل شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم